الفطفاضة لازم نعرف إن هي باب من أبواب اللطف من الله سبحانه وتعالى وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الناس لها زي ما لها ألسنة لها أزان عشان تقدر تسمع الناس ويبقى الناس مع بعض بتكون عاون لبعض نعم الفطفاضة باب من أبواب وتعاونوا على البر والتقوى لكن في نفس الوقت ممكن الفطفاضة تكون تعاون على الإثم والعدوان وعشان كده الفطفاضة يا سادة حتى كانوا يقولون كده في اللغة العربية إن تكرار المقاطع بيدل على الحركة يعني ما ينفعش إن الفطفاضة دي تكون عبث لازم الفطفاضة دي يكون لها معيار ويكون لها ضابط فالفطفاضة من أجل الإعانة على الخير أهلا وسهلا بيها وشيء محمود لكن الفطفاضة من أجل اللاشيء بتضر صاحبها ليه؟ لإن دايماً بيبقى فيه طرف تالت قاعد أو شخص مستني إن ياخد الكلام ده ويستثمره ليه ما ينفعه ولسالك أكثر الحاجات اللي بتنفع صاحبها الفطفاضة اللي هي مقننة ومحددة وليها قيمة بتحميها أحياناً بنسمع عن جلسات الغيبة والنميمة والناس يسموا الغيبة والنميمة دي ايه؟ جلسة فطفاضة مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا وقال لنا في مشهد جليل ومشهد عظيم قالت صلى الله عليه وسلم لما أرجى بي مردت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم إذن ده أمر بشع فالجلسات اللي هي بتنسميها جلسات الفطفاضة إنه جاء أتكلم عن حد وأخوت في عرضه أو أتكلم عن نفسي بالمناسبة إذا أقول لكم حاجة أنا ممكن أخوت في عرضي أنا بإن أنا أفطفض بأسرار ما يجبش إن أنا أفطفض بيها ولذلك ظهر عندنا شكل من أشكال الفطفاضة اللي إحنا تكلمنا عنه اللي هو الفطفاضة الألكترونية دي اللي موجودة على السوشيال ميديا إحنا ممكن نقول إن الفطفاضة على السوشيال ميديا في نسبة انتفاع من بعض الناس فيها بس في الحقيقة يعني بالتجربة وبالتحليل السوشيال ميديا مش مكان للفطفاضة مش مكان للفطفاضة خالص ليه؟ لأن أنا عشان أفطفض مع حد لازم أكون واثق فيه لكن لما أجعل المسألة على المشاع أنا مش عارف مين هيدخل ويقول إيه الفطفاضة الإنسان بيخرج منه إلى الآخرين ولذلك لازم يكون في حالة أمان في حالة ضمان إن أسراره دي مش هتخرج لحد تاني وعشان كده الفطفاضة دي وأنا بعبر فيها عن مشاعري وأحسيسي لازم ما تتحولش إلى سيف مصلط على رقابتي من غير ما ندري فيبقى واحد تحول وهو بيتسول عاطفيا على السوشيال ميديا إلى إنسان أسير وممكن ده يعرضه للابتزاز العاطفي مش بس الابتزاز العاطفي يعرضه للابتزاز المالي ويامس معنى عن اللي بيحصل في ده ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دايما الستر وأول إنسان أنا لازم أسطر عليه أسطر على نفسي أوعى لما تيجي تكون محتاج لحاجة تعالج الجرح بإيه؟ بجرح أشد منه ولذلك فيه أوقات الناس بتدمن الفطفاضة على السوشيال ميديا وده بيساعد فيها شاشة العلاقات الحقيقية يبقى أنا بدل ما بتعامل مع الأهل مع الأقارب أروح أجري على السوشيال ميديا ونعتاد على الاستبدال ونهجر وباية العلاقات الحقيقية أنا بقول لكم هناك هجر للعلاقات الحقيقية أنا بسمي العلاقات الحقيقية مع الأب مع الأم مع الأخت مع الأخ مع الأهل المقربين دائرة الأهل المقربين ابن العم وبن الخالة وبنت الخالة وبنت العم أصبحت الحالة دي أصبحت العلاقات دي علاقات مهجورة لما تبص كده تلاقيها عليها عن كبوت وتلاقيها عليها تراب وغبار وتلاقي العلاقات دي كلها رحة على السوشيال ميديا الأثار السلبية لده بتظهر بقى بتخلي الإنسان أصبح حاش مش قادر يقاوم وأصبح الإنسان ده قراره مش في إيده قراره في إيد الآخرين إلا يدخلوا له معلومات من تحليلات هي تحليلات مغرطة وبيفتح باب بقى أبواب البلبلة وخاصة لما يحكي الإنسان عن مشاكله لناس غير متخصصين ويا يا سلام بقى على جروبات المميز يا سلام على الجروبات بتاع السيدات بقى اللي لما تحكي مشكلة معجوزة كل واحدة تطلع الطاقة السلبية اللي عندها والحقد والغيز والغل اللي هي مش قادرة تعمله في حياتها الخاصة فتقترحه في شكل مقترحات على مين على واحدة مسكينة غلبانة شايفة نفسها موجوعة وعايزة تعمل ده فتشوف بقى كلام مرة كنت ببوص على حد عمل كده فوجدت أكتر من 15 ألف تعليق أنا زوجي مارس العنف معايا 15 ألف تعليق التعليقات كلها خراب بيوت خراب بيوت مع بقى مع نوع من أنواع الدبح نوع من أنواع التعدي نوع من أنواع استعمال الأخلاق السيئة وسوء الأخلاق ولذلك المسألة بتبقى في غاية السوء يعني إزاي هو مارس معاك عمف مارس معا عمف أشد منه ونفس الكلام دوت في أعادات الأهاوي مع الأزواج لا 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 أنت هتسيبها تدلع عليك لا ما تدلعش عليك اكسرها عشان ما تدلعش فطفضة سلبية الرجالة كمان بقى عندهم فطفضة تاني وفطفضة دي فطفضة كمان بيحصل فطفضة مع أشخاص وساعات هو بيستخدم الفطفضة دي عشان يحس إنه اللي يفطفضه دوت إنه ضعيف ونعرف ناس كتيرة بتستخدم الفطفضة دي كشبك صيد للمساكين اللي يحسوا إن فلان دوت محتاج دعم وكتير من البنات بيبقى عندهم إحساس إحساس الأمومة فييجي واحد يلعب بالفطفضة ويصطاد البنات اللي هم بيحبوا العاطفة وبيحبوا القيام بدور الأمومة وعشان كده تعالوا نتكلم شوية عن أداب الفطفضة وإزاي توصلنا أداب الفطفضة دي إلى الفطفضة الرشيدة أول حاجة لا فطفضة ده بدون حاجة لازم يكون في حاجة والفطفضة لازم تكون من أجل طلب العون على الخير مش لإدمان الشكوة عارفين لي حضراتكم لأن الشخص ممكن يفطفض وعنده إدمان الشكوة فيحصل له حاجة سيئة جدا إيه اللي يحصل له يتحول إلى إنسان يعيش في المظلومية ويبقى عنده عامل زي المدمن بالضبط لما ييجي وقت يحصل له حاجة وهو عايز يفطفض عامل زي بالضبط عايز اللي ياخد جرعة جرعة المورفين أو جرعة جرعة للمخدرات اللي هو محتاج ياخدها ولذلك ده أمر خطر جدا 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 ولذلك لازم في الفطفضة يبقى عندنا معيار مهمة أوي إيه المعيار ده فلياقل خيرا أو ليصمت فلياقل خيرا أو ليصمت مش بس في النصيحة الناس فكرين بس إن حديث الرسول اللي عليه السلام فلياقل خيرا أو ليصمت عندما أنصح شخص ليما أنصحه بالخير لا 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 أنا كمان لما أفطفض أفطفض وأنا عايز الخير أو أصمت أو أصمت الحاجة الثانية من أداب الفطفضة لأن أنا أختار الشخص المناسب ولذلك حديث الرسول اللي عليه السلام المرء على ديني خليلي الفطفضة جزء من الخلة جزء لأن الشخص اللي هتفطفض له هيدخل جواك فالخليل يعني الشخص اللي بيتخلى الباطنك فلذلك لما تجي تفطفض مع حد لازم تختاره ولازم نكون بنسمع وإحنا بنختار الشخص بشكل صحيح ويكون الشخص ده ذا ثقة عشان إيه اللي يحصل ليكون بيحبنا الخير ويكون بيساعدنا بحكمة وبيهدوء وعشان كده يبقى فلياكل خيرا أو ليسمط من الطرفين ولو محتاج أفطفض لحد يشير علي بحل مشكلة لازم أفطفض لمتخصص والأهل خبرة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الناس أتت لت الراجل فقال لهم قتلهم وقتلهم الله إنما شفاء العي السؤال لما أنا أسأل أسأل متخصص الأدب الأدب التالت هو إن أنا أراعي الحفاظ على الأسرار الخاص وعدم إفشأها ولو من باب الفطفضة لغير المتخص ولذلك إحنا لازم نتعود على الأصول دي ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في كل حياتنا الساتر لازم الواحد يتعود إنه يستر نفسه تعالوا بقى نشوف الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها أرجوكم عشان ما يبقاش في حياة يسمعها احتواء بديل وما يبقاش عندنا ناس مستعدين إنهم ياخدوا أولادنا فأحضانهم ثم يستغلوهم وبيعوا مشاعرهم وعشان كده أرجوكم اسمعوا أولادكم باهتمام واحترام احترموا مشاعر أولادكم وتموا بيهم واعرفوا إن لو إننتم مش بتدعى أولادكم إنهم يفطفضوا ومش بتساعدوا أولادكم إنهم بيفطفضوا لما توفروا لهم حالة من حالات الأمان العاطفي فأنتم على فكرة بتعرضوا أولادكم للخطر وبتكونوا عاونة للشيطان على أولادكم وعاونة إن أنفسهم الأمر بالسوء إنهم يروحوا يتسولوا ويطلبوا الاحتواء البديل ولذلك اتقوا الله في أولادكم لازم أولادنا من وقت للتاني نفتح لهم باب الفضفضة ويبقى عندنا مجلس بنعمله كده وخاصة لو لاحظت ولمحت إن ابني على وش اكتئاب أو بنتي بتتعرض لحالة عاطفية مش مناسبة بيقل أكلها وشها دايما عنده مليء بالكآبة أو مليء بغمامة لازم أبادر على طول وقالح في إن هي تفطفض وقالح إن هو يفطفض حتى لو نخرج أن أخرج مع أولادنا في مكان عشان نوفر لهم بيئة متغيرة عشان يفطفضوا لأنهم كتير في الأوقات بيكونوا خايفين لا يفطفضوا عشان يحصل لهم تقييم سلبي الحاجة التانية والإجراءة التانية لما حد يجي يفطفض لكن ليك لازم تكون عاوني له ولو ما قدرتش وما كانش عندك رأي مبني على حكمة أو علم ساعده إن يتكلم مع شخص حكيم أو متخصص ويادر إن هو يساعده لأن ده تهيبقى مهمة أوي 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 الحاجة التالتة كمان الإجراءة المهمة جدا جدا في مسألة الفطفضة إن أنت دايما لما ييجي حد يفطفضلك وابنك يفطفضلك أو بنتك تفطفضلك ولو زوجتك تفطفضلك إياك أن تستخدم شيء من اللي هو فطفضلك به ضده بعد كده لا في تقييم سلبي ولا أيضا في الحكم عليه كتير من أولادنا وأقول لكم أسرار كتير من أولادنا ما بيجيوش يفطفضن لأن هما خايفين من إنهم يقلوا في نظرنا أو إن هما يحسوا إن هما هيتحكم عليهم إن هما ما بقوش جادرين بإن هما يكونوا أبنائنا بيخافوا من العار ويخافوا من الوصمة وكتير من الأمهات بتمارس ده مع أولادها أو خاصة لو كانوا في فترة المراهقة والشباب أرجاكم أمنوا أولادكم من ده عارفين ليه؟ شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة واتجلت اتجلت فجاء الصحابة فعليه ما زالت نفسه تتألبوا عليه حتى يأتي فيجلت كالكل فحضرة النبي قال لا تكون عونا للشيطان على أخيك انتهت القضية التوبة تجبوا ما قبلها افتحوا الأبواب على مصرعيها لأولادكم عشان يفتفضوا ليكم وما تحكموش عليهم مش ما تحكموش عليهم لأن انتوا هتستهينوا بأخطأهم ولكن عشان تعلموهم إن الفتفضة نوع من أنواع الخصوصية والعلاقة الخاصة بينكم اللي هي محترمة ومصانة ولازم تعلموا أولادكم مش إن السر ببير لكن تعلموهم إن السر في إيد أمين والأمين ده هو منك من لحمك ودمك وحريص عليك وبيخاف عليك وعيكون معاك عشان تطلع أحسن ما فيك علموا أولادكم إنهم يفتفضوا فيخرجوا أسوأ ما فيهم عشان يلاقوا دعمكم اللي هيخرج أحسن ما فيهم يا رب اجعلنا عاوني دايماً على لأحبابنا وأهلنا وكل الأحبابنا اللي إحنا بتبلغهم شفقة قلوبنا وبتنالهم إن احنا نكون عاوني ليهم ومدد ليهم إنهم يخرجوا من أزمتهم ونكون عاوني لهم على إنهم يخرجوا إلى ساحة الجمال إلى وسع الرحمن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر